السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أولاد رجعنا لكم اليوم فيديو جديد في الفيديو هذا جمعة الخير جديد لكم تجميعها بكارث RTX 2080 تجميعها بقيمتها جدا جدا ممتازة وأنصح فيها فجمعة الخير ما بطول الفيديو هو قصير خلونا نأخذها على السريع وإن شاء الله نتعجبكم التجميع وإدعمونا جمعة الخير شكرا لكم وصلنا 3500 مشترك يرطيكم ألف عافية جمعة الخير وإن شاء الله عقبال 4000 وال5000 وال1000 فمعكم باس ونقدراتي سوكا خلونا نبدأ طيب يا جماعة الخير عندنا هنا أول شيء عندنا هو الرايزن 2700 بدون X لكن 2700 طبعا راح يأتيك بثمانية كورز و 16 ثريد زي الرايزن العادي لكن الفرق بينهم شيء بسيط جدا أنه هنا يأتي ثلاثة فاصلة اثنين بعكس الرايزن 7X راح يأتيك تقريبا ثلاثة فاصلة سبعة هنا ثلاثة فاصلة اثنين وهنا ثلاثة فاصلة سبعة هذا الفرق الوحيد تقريبا طبعا تقدر تكسر السرعة إلى أربعة فاصلة واحد لكن هناك في الرايزن X 2700X تكسره إلى أربعة فاصلة ثلاثة بالنسبة لي يشوفوا ما يستحق يعني أن يشتري 2700X عشان الشيء هذا طبعا معالجات معالجات رايزن يأتي كامل يأتي معها اللي هو LED فان أو مو كلها 7X 7 يأتي معها LED فان اللي هو الكولر نفسه المشتت الهوائي يأتي فيه LED وحركته حلوة ما تحسوا شكله غبي ورخيص جماعة الخير بعد وعندنا كرته RTX 2080 من MSI طبعا قيمته جدا حلوة جماعة الخير وهو 8 جيجا طبعا لا هو TI العادي لكن هذا جدا قيمته حلوة تبريده لا يحتاجه يتكلم عن تبريد لأنه من MSI لكن ما الفرق بين هذا وبين مثلا الـ GAMING EDITION فهي تنفرق في الـ CORE CLOCK و الـ BOOST CLOCK يعني هذا لو تكسرت سيكون 1710 سيكون رقم أعلى من هذا سيكون 1900 و كم لكن بشكل عام سيعطيك أداء مقارب أو أداء قريب من قيمة تقريبا 3200 و 3200 منحت تبريد تقريبا قريبا من بعض نجمة الخير نحن هنا المثير بورد X470 أفضل وهي هى الـ Hi-End المعالجة الـ Ryzen وهي من MSI نأخذ كل منهم من MSI لنكون شكله أجمل وهي الـ GAMING PLUS سيأتي بها أنوار و هناك 3 شاشة و هناك مداخل مداخلين تقريبا الـ M.2 تقريبا المثير بورد لا تحتاج أي شيء أكثر نأخذ إلى جوات الخير هناك عرض جدا 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 لدينا على رامات سرعتها 3000 سرعتها 3000 سرعتها 3000 سرعتها 3000 كما قلنا لازم نأخذ كل المعالجة نأخذ معسرة عالية جوات الخير و نحاول نأخذ قضعة 2 رام سواء نأخذ 8 رام سواء نأخذ 16 رام سواء 32 رام لماذا؟ لأن الـ Ryzen يعمل على شيء اسمه دول شانل معناتها قطعتين سيعطيك أداء أفضل و تخطي قطعة واحدة أو أربع قطعة قيمته 433 مع الشاحن ترى جدا قيمته ممتازة على كورسير فأنا أرى أنه لو لم تشتر تجميع تشترمات ترى جدا ممتازة قيمته جدا حلوة نأخذ مع تخير التخزين عندي هنا من M.2 من HP اللي هي 250 جيجا تضع عليها النظام سيكون عندك النظام إقلاع سرعتها كم؟ ستكون سرعتها 2100 حلوين و القراءة حقتها 1300 SSD تدرون كامل SSD 500 القراءة عنده 500 و كسر و الكتابة 500 و 400 و كسر فهذا تقريبا أسرع من SSD بأربع مرات يعني لا يوجد انتظار تشغل نظام تشتغل معك على طول واحد من الشباب يجربها على Overwatch كما تعمل اللعبة ب11 ثانية بس تعمل اللعبة كاملة فهذا شيء ممتاز جدا وهنا عندنا طبعا السيغيت 2 تيرا HDD عادي تضع فيها العابك تضع فيها تسجيلك تضع فيها أي شيء صورك العابك زي ما قلنا أي شيء تضع فيه هنا لكن أنا أشوف من وجهة نظر الشخصية أنه قيمته تقريبا 300 ريال جدا غالي تأخذ محلي توقع على 250 تقريبا طبعا الموجود هنا في النيو ايج الشيء تتغير يعني شيء يرتفع شيء يرتفع فأنا أشوف أنك تأخذ محلي أفضل لك نأتي جماعة الخير عندنا هنا البار سبلاي من شركة Thermal Tech Smart M-series 850 واط 850 واط حتى لو تركب بعدين كرت ما عندك أي مشاكل تركب وانت مرتاح وطبعا هذا ماهو موديلر هذا السيمي موديلر يعني نصف موديلر يعني تركب فيها السلاك الرئيسية راكبة وإذا أريد أن تضيف كرت زيادة تضيف مثلا أي شيء أنوار LED تضيف أي شيء زيادة هنا تركب فيه الأساسية هناك خمس تقريبا خمس كابل وست كابل موجودة هنا طبعا برونزا ديشن كويس جدا قيمته قيمته جدا حلوة هناك كيس من نزا اكستي الـ H500 فيه طبعا تاخذ الـ Smart العادي تاخذ LED راح يفرق شيء بسيط أنا شوف جدا قيمته الأن حلوة وشوف أنه تستغل يعني بما أنهه كيس من نزا اكستي من أفضل شركات صنع الكيسات وتبريد فيه جدا حلو أو يقبل طبعا تبريد مائي هناك كيس من نزا اكستي وطبعا هناك كيس من نزا اكستي ثم تبريد غلاس اللي هنا يعني راح يكون شكله جدا جدا هناك كيس من نزا اكستي على ثيرمل تيك على كولر ماستر كلها جهة جيدة وطبعا بشكل عام الكيس يعني يخذلك اللي يعجبك لكن أهم شيء جمعة الخير انه يكون فيه ثلاث مراوح على الأقل عشان يصير فيه ايرفلو كويس أو مرورة الهواء بشكل ممتاز تأخذ تجميع هذه كامل القطاع مع الشحن وصل عند باب بيتك 6100 طيب هل هي 6100 بس؟ لا طب راح تزيد عليها تقريبا 50 ريال على ويندوز ورح تقريبا تدفع صرف عملة من البنك نفسه تقريبا 120-130 ريال فـ 6200 ريال اعتقد تقيمه جدا 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 بطلة اللي بياخذ المس آي RTX 2080 طب اشتاج هذه تجميع تنفع أجوة الخير للجيم اللي يلعب على 4K برضو تنفع على ستريمينج برضو تنفع على المونتاج بما ان المعالج برضو عندنا 8 كورز 16 ثريد تقريبا زي مقارنة مع i9 لك i9 اسرع منه في الكورز حتى ويعطيك أداء افضل من ريزن ويأتي مع مبرد قيمة وهذا تجميع مبرد ويعطي افضل حيث مبرد هذه تجميع كاملة زيارة بمساعدة و القطع و كذا و ايش اخذ و ايش ما اخذ و المشاكل لو عندك مشكلة لا قدر الله تكواصل معي على انستجرام راح حطه طبعا تحت في الوصف لو بغى تواصل معنا اكيد راح نساعدك و برضو اللي يبغى جمعتا خير انه اركب له تجميعا و ضبطها له و نزل تعريفات و اشياء هذي ترى اخوكم موجود و حاضر اتكلمني على انستجرام و تبشى بالخير فالهنا جمعتا خير وصلنا لها نهاية الفيديو و يعطيكم الف عافية على المشاهدة لا تنسوا تنسوا اللايك سبسكرايب و شير كان معكم باسم قراتي سوكا السلام عليكم